السلام عليكم انا شاف روز للطفح الحلويات نتمنى لكم مره مبروك و اتمنى كل اخوات يكون بسحة جيدة اليوم وبإذن الله جبت لكم جدوى الواجبات لوصفات اقتصادية صيفية بإذن الله سوف تساعد كل الأخوات المقتصيدات كما ترى هنا يجب ارطلت بطاطا نعطي خمس اشخاص اربع ارطلت بطاطا قطعيه مكعبات نقيه وديره يغلي بالماء والملح حتى تنشف تماما وديره بجهة ومن بعدها يجب في مقالة يجب يكونوا كبار وديره شوية تعزيت حوالي 4 مغارف تعزيت وديره بزوج حبة تعبصل شرائح كما تشوف فيهم كما هكا يعني زوج حبة تعبصل شرائح بقى حمر ولا بيض ولا المهمة تديريش على الشط هذك ديري الملح وديري الفلفل اسود كما راكتشوف فيهم كما هكا يعني وصفات سهلة اقتصادية صيفية للأخوات اللي طلبوا مني قالت لك ديريهم منينا يعني المصاريف راهي شوية السيدات سوختوا في الصيف كما نعكا يعرفوا كيف يمشوا بهذا الوجع بيت جي خفيفة وسهلة يعني تساعد حتى العاملات اللي جوا روطار يعني بالخف يقدروا يوجدوا هذا الوصفات غطي هذك البصل اللي درنا فيه شوية تعزيت وزوج حبة البصل كبار شرائح وملح في الأسود خليهم يذبلوا كما كيتشوف فيهم كما هكا دائما على نار تكون شوية قليلة بل بصل متاعك يعني كينقلوا حني يذبل في خاطرك ما ينشف لكش من الماء يعني نحوسوا حني حني هذك البصل يطلق شوية الماء لقدت لكم الملح يعني فضل المر اللي اولا بسكو عليه الملح يخلي البصل يخلج العصارة ديري مغرف صغيرة تاع كريم تكون شمع مرة وصفاتي لا يقلع عليها بزاف أخاوتهم يجربوهم قلت لك ما شاء الله ديري هنا شوية راس الحانوت لما ولا ديري تحتوي بالدجاج يعني اللي عندك ديريهم يعني اللي انتي لك الاختيار اللي يكون عندك ديريهم كيما كتوفي وخلطي هنا المكوينة هذو يعني سائل أطباق سهلة صيفية تقدر السيدات تتدبر حالا بيوم سيختو 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 يعني كي نقولوا احنا يا اه في العطلة اولا يعني تسيدات عرف كيف اشتمشي يعني باش تمشي اللي الامور متاحة هنا ايا قلتك ما لقد قدرت الملح باش نحوس البصل يخرج العصارة هاو دي خلي ثاني لقيتها مازال مدبر شوية مليح هاوينة زت شوية تعمى حوالي اه نصف كسعمة كسا ذاك تعليمونا ديري نصف كسعمة دافي باش نعني انتحصروا على العصارة كما كتوفي بها كما هك ونحوس على الماء هنا يجب شوية تجاج عندي هنا بايت انتي اي تجاج بايت عندك اغي شوية حوالي 4 صدر ولا شوية ولا فتيه كما كتشوفي كما هكا كتفتيه يزكى يعني تكوني طيبتي بيه من القبل وخليتي بجيه ولا يعني بالعاني طيبتي شوربة ولا حريرة ولا فالنهار وفالليل وخرتي بجيه واخدمتي بفتيه ولا تجاج محمر يكون بقي لك شوية ولا لا انتي المهم تجاج يكون بايت ولا يكون كينغور حنا يعني مطيبة بيه ومخليتي بجيه فتيه فرغي فوق ذاك البصال كما كتوفي من بعد اللي زدنا حوالي نصف كسا الماء خلينا زدنا ذاك البصال تعنيه بالمليح نزيده علي ذاك فتاته تجاج اللي تكون طايبة يعني اي جاج طايبة عندك السعمليه بيك اي كمية كانت عندك ديري بيها وان هاد الوصفة قدق لي خمس اشخاص يعني يتوفي وتكفي وبعدها ديري شوية معدنوس كما كتوفي هنا ما عندك شل معدنوس ما تديري شعني ماشي اي جباري ميغة باش نزكل يعني الطبق انتعنا هنا كما كتشوفي مواد اساسية يعني في الدار عندك تقدري تستعملها قاما عندك شنتية جاج بايت ولا تعال نهار باقي لك ولا اه اي جباري ملح وشوية عرند وشوية عبصل من بعدها هذك اللي تجاج فتاته وهذاك المرق ما تقيسيش هذك المرق زيديه في بلاس النسك السع المر اللي نزيته هنا هنا كما كتشوفي هاوينه شوفي مبعد لي زيتك اللي نسك السع الماء انتي لما عندك تجاج كي تغلي في ذاك الملح فلفل اسود وشوية عرند زيديه هنا هنا يجيب علبات على الكرام فراش ما عندك شعبات على كرام فراش ديري كالسح ليب وزيد عليه زوج معالق تاع جبن الطيلاء ولا ثلاثة بورسون هذك تعال قيطع المهم انتي تعرف كيفاش تمشي امورك يعني هذي ما تدير ورأي ديري عشر الالف هذي تقدري تبعثي اي واحد من ولادك يجيب هالك من المحل سهلا مهلا هنا يذك البطاطان تعي شوفي مبعد اللي نشفت لازم تنشفيها تماما درت اله الملح نزيت المحاسية الملح ناقص درت عكري فلفل اسود كي ما كتشوفي هنا يشوي هنا يشوي سوى تحضر زياد حولي زوج مغارب اللي ثلاثة ونخلطوه ذيك البطاطان البطاطان انتعي هذي بيضا ونعرفوا بل البطاطان البطاطان بايضة شوية شوية تفتت وزيدي ايا شوية راس الحانوت يتواب الديجاج يعني اختيار اللي يكون عندك انت ايا تقدري تزيدي هنا وفي ذا المقلاة درت شوية تعزيت من افضل ديري مقلة ما تلسكت شوية تعزيت وخليتها غير بس باش نقول حنا تتحمر شوية هنا ايا وفرغيها في المول تاعك تعلي تديري فرن بعد اليدهنتي بشوية تعزيت وفرغيها ذاك الخالق اللي كان في المقلاء شوفي ما شاء الله يجي طابق مشرب كنقونا مشمخ كنقونا يا يجيبنين وتزيدي الجبن يعني الجبن ودخله تقراتينا باسكو كل شي طيب غيبة تقراتينا وتتحصل على وجبة ما شاء الله صيفية تقدري ما بتديها للبحار معاك ما شاء الله اقتصادية بمكونات متوفرة في كل بيت الوصفة الثانية ثاني سهلة ماهلا تقدري تديري عشا ولا تخرجي بها يعني في نزهة ديري هنا في المقلاء ديري شوية زيت ديري حبة طعب صل كبيرة فيها يعني شرائح من بعد اللي تذبر الملح كنقو حنايا ديري زيوش حبات ولا ثلاثة أفلفلان بعد شوية يوم نقيهم ويقطعيهم ديري الحبة طعب ماضيس كبيرة ثاني قلعيها للقشور وديري السنة تحثوم والأزوج ديري ملح وديري فلفل أسود يعني وجبات يعني نعتدر هنا التصوير كان قريب بزاف هنا ديري ملح وديري فلفل أسود وخليها تتجمر يعني ناقص النار وخليها تتجمر بعدها جبي زيوش حبات تعالبيض يضعون جبي زيوش حبة طعب البيض يضعون بشوية ملح وشوية في الفل أسود هنا وفرغيهم فوق دك الخاليط كيما كتشوفي في هنا يا من بعد جبي حبة تعطم كيما كتشوفي هنا يا تعليز زيت ولا تعطم عطيز كيمة باينتيا ولا لي متوفرق عندك ثاني ديري ها بزيت انتاحا ديري ها فوق دك الخاليط يعني فتي هاكا فوق دك الخاليط بالزيت انتاحا و النار تكون ناقصة تماما تماما النار ناقصة زيتون شرائح و زيدي شوية جبن كيرابيتي زيدي ثاني شوية و خليها تغيي بالاتي تتجمر على النار تماما تماما تتجمر كما كتو فيه هنا هنا اياك وتقدري ما بتخرجي بها في نزهه دير هاتك اسكتك كما هكالوليداتك كان في نزهه احسن بيتشري من برا غالية ويعني ما يكونش النظافة من افضل دير في دارك خفيف الضريف هذي لا تديرها يعني كعشاء ولا ولا فطور يعني في الصيف يعني بينها كل شي خفيف و زيدي عليها سلاطة زيدي عليها ليموناد يعني وانتي تحصلت على وجبة كاملة معدي موقول فيها شوفي و قطعيها شارعي كمها كطروفة سواء تحطيها في طباسة كل واحد تبسي وفيه سلاطة و شوية بطاطا سواء تديرها كنزه و تدير معها شوية فريت و تديري سلاطة و ليموناد يخطي وانتي تحصلت على وجبة كاملة بارخص الاثمان يعني ما تطلب لكش يعني مصاري بزاف ما شاء الله و البنان تاحا ما شاء الله يعني نعتادر مرة اخرى للتصوير كان قريب بزاف لا خوات كالوجبة الأخرى جميع 3 حبات عباطاتة 5 اشخاص 3 حبات عباطة كبار زوج حبات عبصل 3 حبات عبا تاع ورجات كما كنتشوف هنا كبار قطعهم شرائح دوائر و البصل شرائح تقلي كل حاجة وحدها ملحي و حطيهم يعني طبقات في البلاطة على الفرن يعني غير من لاتصوير حبيبتي اشتركوا في القناة 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 ملح 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 اضع بطاطة ثاني شدير اضع بطاطة اضع بطاطة اقتصادية سهلة ملعقة نشكل بالملعقة نحن نعرف الحبان اضافة الزيت اضافة اضافة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة